لذلك واجب السيد وزير الدفاع العراقي ورئيس الكان الجيش وقادة الإسلحة والمعاون للرئاس الكان الجيش يفترض أن تكون هناك عملية تحليل وإعادة برمجة للقطعات واحتياجات القطعات العسكرية الحقيقية والذهاب باتجاه المناشي العصلية والرصينة يعني الآن إذا أردنا أن نتحدث عن مضومة الدفاع الجوي هناك من يتحدث عن أن هناك عقد أبرم مع كوريا والحقيقة الكوريا سواء كان الشمالية والجنوبة اللي يحدد وهي بكل أحوال الكوريتين يعني لم تشهد منظوماتها الدفاعية رقية بمستوى التهديد لأن هناك تهديد من F-35 والF-16 والF-15 لديها قدرة على المناورة ولديها قدرة تسليحية فائقة وبإمكانها أن تصيب أهدافها من مدىات بعيدة حتى تصل إلى 200 كيلومتر وبالتالي منظومة الدفاعية تتلائم مع هذا الأدوان الذي ممكن أن يهدد سمع العراق طيب نعم كذلك القوة الجوية العراقية لو تحدثنا نهاية الألفين ألف وتسعمائة وثمانين يعني أتحدث عن تسعين وتسعة وثمانين العراق كان يمتلك ألف وخمسين طائر أسطول من الطائرات الآن العراق فقط لا يتجاوز الطائرات طائرات أكثر من خمس وعشرين طائر وهذه المفارقة بين السنين التي مضت والآن يعني يفترض أن يعادل نظر بها من قبل قيادة القوات المسلحة العراقية وعلى رئيس وزير الدفاع العراقي لذلك أنا أتمنى وكخبير أمني ومحلل طيب كخبير أمني أستاذ عدنان أسألك نجال العمل الأسكري لأن أصلا عن نظام الجيش ما وجه الفساد الموجود في الصفقة الكورية مع كوريا الجنوبية تحمدا لأنها ليست من الدول المعروفة بجودة الأسلحة أم هناك مؤشرات أخرى لديكم كخبير أمني أستاذ عدنان أولا الآن بمستوى عالي جدا اللي هي روسيا تعتبر المطاف الأول بمجال التسليح في مجال مضادات الجوية والدفاع الجوي لأن لديها منظومة الأس 400 في أسي المتطورة وهذه المنظومة قابلة للتجديد بإمكانها أن تتجد حينما يكون هناك التطور بالنظام الجوي وبالتالي ممكن أن تنصب الأجوال العراقية وكان العراق يمتلك أربع قواطع نعم أنا لا أسأل عن الدول المناسبة للتسليح العراقي لو سمعت لي أستاذ عدنان حتى أوضح سؤالي أسأل ما وجه الاعتراض على الصفقة مع كوريا الجنوبية لماذا تعترمون ولماذا يقال أن فيها شبهات فساد نتحدث نقول أن منظومة الدفاع الجوي الكورية ليست بالمستوى المطلوب هناك منظومة أفضل من أتع هناك دول أفضل هناك منظومات بالصين الآن الصواريخ الكاتمة التي ممكن أن تصيب الطيران بارتفاعات عالية يعني منظومة الدفاعية الكورية تعتبر المطاف الثالث أو الرابع بالنسبة للسليح الجوي لذلك نقول أنها الذهاب يفترض أن نذهب باتجاه الدول المصنعة كمرحلة أولى لأنها منظوماتها الدفاعية ممكن أن تؤمن سماع العراق لدينا تهديد والتهديد يأتي إلينا وهناك نوايا الصيونية بأرض العراق واستخدمت الأراضي العراقية كمعابر آمنة للطيران الصيوني لذلك يفترض أن تكون لدينا منظومة للدفاع تجعل عدونا يراجع نفسه مرة مرتين ثلاثة قبل أن يفكر أن يتجاوز على حدود العراق وعلى سيادة العراق وبالمناسبة المنظومة الدفاعية لأصل فقط دفاع جوي يرابد أن تكون لدينا منظومة دفاعية متكاملة من القوات الجوية العراقية من القوات الصاروخية من المشات الآلي من المشات الراجل من الفرق المدرعة من القوات الخاصة والمحمولة جوان والمدربين بواستوعال جدا والقوات التي ممكن أن تقاتل بالمناطق الجبلية وهنا تحدث عن مدارس الحروب الجبلية وأيضا ألغيت هذه المدارس وهناك صمت من قبل وزارة الدفاع على عدم تفعيل مدارس الحروب الجبلية التي تهيت قطاعات عسكرية ممكن أن تصمد وتقاتل وتدافع في المناطق الجبلية سيد عدنان وزير الدفاع بحسب نواب وجه بعدم إدخال النواب رغم وصولهم لمبنى الوزارة ومنعهم من متابعة العقود هل هذا الأمر من صلاحيات وزير الدفاع؟ هل يستطيع أن يمنع نواب من الدخول إلى مبنى وزارة الدفاع؟ يعني هناك بروتوكولات ويفترض أن يكون النائب حينما يذهب باتجاه وزارة معينة يفترض أن لديه حجة بالزيارة ويجب أن لديه كتاب رسمي من مجلس النواب لغرض الزيارة وما هي أسباب الزيارة وما هي التسهيلات التي يطلب أن تقدم له وبالتالي يفترض أن تكون هناك مخاطبات قبل شروع النائب بالذهاب إلى الوزارة يعني هنا لا نتهم النواب ولا نتهم الوزير لكن نقول هناك خلل بالجراءات البروتوكولية يفترض أن تتبع قبل أن نتهم أحد على أنه تحفظ أو منع جهة رقابية من أن تجري التفتيش لأن الأقود حتى المنح اليوم هي ما ستتغير موجودة بدائرة التسليح والتجهيز ودائرة التسليح والتجهيز يفترض أن تكون هناك أو على الأقل تكون خاضعة للرقابة سواء كان من ديوان الرقابة المالية أو من الجهات الرقابية من مجلس النواب من رئاسة الوزراء من أي جهة أو من أي سلطة ممكن لديها تخويل بأن تراقب وتتابع ما هو نوع التسليح خصوصا هذه الفقرة أتمنى أن تأخذ بعيني الاعتبار بعض الأسلحة يفترض أن تكون سرية وعدم سماح بالاطلاع عليها لأنه البعض قد تسرب بعض المعلومات لأسلحة يراد لها أن تستورد إلى العراق وبالتالي ممكن أن تكون هناك جراءات قد تعطل سيرات هذه الأسلحة فقد يكون من هذا الباب على اعتبارنا هناك بعض الأسلحة التي لا يراد أن تكشف إلى العلن وقد يكون الوزير تحجج بهذا العذر أو ربما أجراءات أخرى يعني في هذا الموقع لا نريد أن نتهم الوزير ولا نريد أن نتهم المجلس النواب لكن نقول على الحكومة العراقية أن تتخذ كافة الجراءات الاحترازية لتأمين منظومة دفاعية متكاملة وأعطاء المناصب لمن يستحقها يعني بعض القادة وبعض الآميرين وبعض الوزراء الذين تسنموا مناصب ما دمنا نتحدث عن لا يصلحون أن يكونوا بمناصبهم لأنه تاريخهم ما دمنا نتحدث عن قدرات سلاح الجو العراقي ما مدى جاهزية طائرات الاف ستة عشر هل جميعها جاهزة في العراق بحسب معلوماتك الطائرة الاف ستة عشر أولا حينما ستوردت وهذا رأي الخبراء العسكريون على أنها لا تتلائم مع القدرات القتالية الاف ستة عشر من قريناتها المتواجدة في الكيان الصيوني في القواعد العسكرية الأمريكية سواء كان بالأراضي الخليجية أو في عمان أو في تركيا لذلك نقول أنها ربما انتزعت منها بعض الأجهزة التي ممكن أن تحولها لتكون بمدايات ومستويات عالية جدا من ناحية التسليح ومن ناحية التجهيز وكذلك من ناحية القدرات القتالية وأيضا هناك دائرة معنية بمجال صيانة هذه الطائرات هي شركة مرتبطة بالإدارة الأمريكية وفرضت الإدارة الأمريكية التعاقد مع هذه الشركة لإدامة هذه الطائرات وأحيانا حينما يكون هناك توتر بالألاقات هذه الشركة تجمع أغراثة وتري تنسحب والطائرات تصبح غير مؤهية للطيران والقتال وممكن أن تقوم بطلعات جوية لحماية السماع لراء عموما الطائرات ليس جميعها مؤهية وتحتاج إلى عادة النظر أولا من ناحية التسليح ومن ناحية التجهيز وبن ناحية الددد القدر القتالية ومراجعة العقدة المبرم مع أمريكي هل أتت الطائرات بنفس المواصفات التي تم التعاقد عليها أم المواصفات غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه هذا يحتاج أن نراجع نفسنا به شكرا جزيلا الخبير في أشان رامي سيد عدنان الكناني على حضورك وشكرا على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر